قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني إن الاتحاد الأوروبي على استعداد جيد في حال الوقوف الكامل لإمدادات الغاز الروسي وأضاف جنتيلوني على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي في إيطاليا أن جاهزية أوروبا للسيناريو الأسوأ بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة في صورة جيدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتخذ خطوة أخرى نحو قطع إمدادات الغاز سيكون انتهاكا للعقود الجميع يأمل أن هذا لن يحدث إذا حدث ذلك ستكون هناك عواقب ولكن أيضا من الواضح أننا كنا نستعد منذ أشهر لهذا الخطر لذا يجب أن لا نقلل من شأنه ولكن بالتأكيد لن نخاف خط نوردستريم واحد يعتبر أهم خطوط الغاز التي تورد الغاز الروسي من شركة غاز بروم إلى بلدان القارة الأوروبية حيث يغطي هذا الخط أغلب احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا لمع نجم الغاز عاليا في سماء المجتمعات الأوروبية التي بدأت تعاني من ارتفاعات عالية على المستوى الشخصي والجمعي في التكاليف المتعلقة باستهلاك الغاز عملت موسكو منذ عام 2005 على تصدير الغاز إلى الأراضي الأوروبية من خلال شركة غاز بروم عبر بحر البلطيق يمر خط نوردستريم واحد الرئيسي الروسي إلى القارة الأوروبية نتحدث هنا عن أطول خط أنابيب تحت سطح البحر في العالم على امتداد 1200 كيلومتر نوردستريم واحد الذي يغطي أكثر من 40% من إجمال الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يتم تغذيته عبر شبكة الغاز المحلية الروسية لينطلق من فيبورك على الشواطئ الروسية إلى كرايسفالد على الساحل الألماني ويمرر الغاز من ألمانيا عبر شبكة الغاز الأوروبية إلى الدنمارك هولندا بلجيكا فرنسا أتشيك وبريطانيا قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع امدادات الغاز في البلاد آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور كما رفعت شركات ألمانية من درجة تأهبها للتعامل مع تجميد روسيا امدادات الغاز إلى أوروبا عبر أمبوب نوردستريم واحد وذلك عبر تبني خطط تقشفية تحول دون توقف دوران عجلتها الإنتاجية هذه العلامة الفاخرة ومواطنتها الشهيرة في عالم البرمجيات وحتى هذه التي تنقل الطرود إلى العالم فضلا عن تلك التي تحلق شاهقا مستعينة بوقود روسي جميعها وسواها مرشحة لأن تتوقف عجلة أعمالها عن الدوران والسبب قرار أصدره الكريملين وشرعت في تنفيذه مجموعة غازبروم من خلال وقف امداداتها من الغاز عبر أنابيب نوردستريم واحد امدادات تمنح الصناعات الألمانية والأوروبية الطاقة اللازمة لتنمية إنتاجها الألمان الذين أبهروا العالم بصناعاتهم طيلة عقود مضت يبدو أنهم يواجهون راهنا أصعب منعرجاتهم التاريخية فكيف السبيل إلى الخروج من هذا المأزق إن قررت موسكو إطالة أمد تجميد الإمدادات التي تتشوف إليها المصانع المنتشرة في شتوتغارت وميونيخ مستعينة بها في تطويع المعادن والمواد الخام وتحويلها إلى منتجات لم يفلح غير الألمان في تقديم أمثالها للعالم مرسيدس التي خفضت استهلاكها من الغاز بواقع العشر تتطلع إلى اختصار نصف استهلاكها منه في المدى الطويل مستعينة بمصادر الطاقة المتجددة أما السيناريو الأسوأ الذي وضعته في حسبانها فيتمثل في استبدال الغاز بالوقود رغم الفاتورة البيئية الباهظة الناجمة عن هذا التحول أما منافستها فولسفاجن التي تتبعها علامات بارزة مثل بورشي ورولز رويس فقد شرعت في تخزين الزجاج إذ تحتاج كميات كبيرة من الغاز لإذابة الرمل ورماد الصودة والحجر الجيري وضمان تحويلها إلى نوافذ لسياراتها كي لا تخسر موقعها كأكبر شركة أوروبية في مضمارها لكن قطاعات ألمانية أخرى ستكون أمام اختبار أكثر تعقيدا لإدامة أعمالها فصناعة الألمنيوم التي يعمل فيها عشرات الآلاف لن تتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي بسهولة فهي تحتاجه لاستعمال المعالجات الحرارية التي تشمل الإذابة أثناء إعادة التدوير تحدي جسيم دفع المستشار أولوف شولز إلى التواصل مع قطر وكندا والولايات المتحدة والنرويج رغم التكلفة الباهظة لوصول الغاز من هذه البلدان مقارنة بما تقدمه موسكو معجزة ألمانيا الصناعية أمام أكبر تهديد في تاريخها فإما أن تتمكن من تجاوز المرحلة الدقيقة وتتحمل تكاليفها الباهظة وإما أن تفشل في مساعيها ليحل سواها مكانها في ريادة منتجات لا تبدأ بالسيارات ولا تنتهي بالأدوية والمستلزمات الرياضية وللمزيد ينضم إلي من باريس مراسلنا محمد الحاجي محمد هذه الأزمة المستمرة منذ شهور والتي تعاني منها فرنسا كما بقي دول الاتحاد الأوروبي كيف تنعكس على المواطن العادي وأيضا ما الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه تصعيد الروسي الأخير بوقف الغاز زاهر مصر التضخم بلغ في منطقة اليورو نهاية أغسطس آبا المنصرم 9.1% بحسب مركز أو مكتب الإحصاءات الأوروبي يورستاك وهي الأعلى منذ ناير عام 2017 بعيد الحرب الروسية على أوكرانيا شهدنا ارتفاع في المواد الغذائية وأيضا ارتفاع مهول في أسعار الطاقة هذا ما يضغط اليوم على الدول الأوروبية بأجل التحرك لإيجاد استراتيجيات معينة وواضحة من أجل عدم الإنفلات الاقتصادية من صح القول خاصة مع تقارير تفيد بأن العديد من الفرنسيين أو الألمان أو حتى باقي الدول الأوروبية سوف يحتاجون في الشوارع مع بداية الشتاء الآن على الدول الأوروبية إيجاد استراتيجيات واضحة وقد تقدم الدول حزم اقتصادية ومساعدات للأسر وأيضا للشركات وهذا سيضطرها طبعا إلى أخذ القروض والديون وهي التي خرجت للتو من ديون أزمة كورونا لكن الأهم من كل ذلك أن الرسم خطط المرحلة القادمة سوف يكون يوم التاسع من سبتمبر الجاري في براغ هناك اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين سوف تضع خطة للسنوات الخمسة القادمة كيف سيكون ملامح الوضع الاقتصادي والطاقي في أوروبا وكيف سيمكن التحكم بالتقصيد الروسي لمصادر الغاز إلى أوروبا وأيضا بتقليل المستوى الممنوحة لكل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا هناك قلق كبير أوروبيا من عدل نجاح هذا المؤتمر في براغ لأن بعض الدول مثل المجر وإيطاليا وبلغاريا قد تضطر فعلا إلى التحديث وجها لوجه مع روسيا وأخذ كميات إضافية من الغاز هذا يقلق بروكسل التي تقول بأن الوحدة ضرورية من أجل تفعيل أمكانية فرض عقوبات مستمرة على موسط نعم شكرا جزيلا لك محمد الحجي مراسلنا من باريس ونبقى في شأن الحرب الروسية على أوكرانيا حيث أعلنت أو قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم بأن أنقرة يمكنها لعب دور الوسيط بشأن محطة زابوريجيا أنووية في أوكرانيا وأضافت أن الرئيسين ناقشا أيضا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية كما عبر عن عزمهما مواصلة تشهيد محطة أكويو أنووية في تركيا وفقا للخطط المحددة وأنهما رحل مناقشة باقي التفاصيل عندما يجتمعان في قمة ستعقد في سمرقند بأوزباكستان منتصف هذا الشهر من اسطنبول ينضم إلي مراسلنا عدنان جان إذن عدنان تفاصيل هذه الوساطة أولا وإلى ماذا تستند تركيا في الدخول كوسيط في هذا الملف الشائك طبعا تستند إلى سياستها المتعلقة بمسك العصة من المنتصف بين أوكرانيا وروسيا وحياديتها في هذه الأزمة وتمكنها في الحقيقة من لعب دور أو وساطة بين الطرفين وجمع وزيراء خارجية كل البلدين في بداية هذه الأزمة في أنطاليا وأيضا جمع كل من روسيا وأوكرانيا هنا في مدينة إسطنبول الآن هناك عرض تركي جديد للدخول على خط الوساطة بين الطرفين فيما يتعلق بأزمة محطة الطاقة النووية زباروجيا اليوم مردوغان ناقش هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال بأن بلاده يمكنها أن تلعب دورا ميسرا هذا المصطلح الذي استخدمه بإمكانها أن تلعب دورا ميسرا في تقريب وجهات النظر وحل هذه الأزمة بين كل من أوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى ولسيما ظهر بأن تركيا كانت قد دجحت بالفعل في وساطتها المتعلقة بأزمة نقل الحبوب وتمكنت من توقيع الاتفاقية بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة على نقل الحبوب من المواند الأوكرانية والآن هناك بوادر جديدة ومحاولات تركية جديدة للدخول على خط الوساطة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية زابروجيا وسوف يتم مناقشة هذه القضية خلال المرحلة المقبلة أيضا مع الجانب الأوكراني لا سيما بأن إسطنبول زاهر تحولت إلى خلية لإدارة الأزمة بين الطرفين وأن ممثلي وكرت الطاقة النووية قبل أيام اجتمعوا هنا في إسطنبول مع الجانب الروسي قبيل الاتفاق على ذهابهم إلى محطة زابروجيا وبالتالي هناك مساعي تركية جديدة للدخول وحل هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة عدنا جان مراسلنا من إسطنبول أشكرك جزيلا شكرا